اكد سعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراع أنه تنفيذا لتوجيهات سم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيتم مباشرة حصر المناطق المتضررة من مياه الأمطار وستعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المجالس البلدية على حصر هذه الأضرار وأشار سعادة الوزير إلى ما تلقته الجهات الحكومية كافة من دعم ومتابعة مستمرة من قبل سم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما أسهم في التعامل بشكل فعال مع موجة الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها البلاد مؤكدا مواصلة العمل واستمرارية التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل بشكل فوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار في مملكة البحرين ونوها سعادة الوزير بجهود وكفاءة فريق طوارئ الأمطار والتي كان لها كبير الأثر في تأمين حركة السير وفتح الشوارع وشفط تجمعات مياه الأمطار في معظم مناطق المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر